الحقيقة نحن بنتكلم دايما عن علماء مصر علماء مصر دايما مشرف لنا دايما رفعين راية مصر دايما بيتصدروا التصنيفات والمؤشرات الدولية يبكر كمان أخيرها اختيار دكتورة كلارا عزام ضمن أفضل علماء العالم لعام 20-23 من خلال مؤشر AD Scientific Index Analysis واللي بيعتبر واحد من أهم المؤسسات العلمية على مستوى العالم لقياس أداء العلماء والبحثين اختيار الدكتورة كلارا كان بسبب مساهمتها في الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطبيقاته اللي بتكون لها اتصال وعائد مباشر على خطط التنمية وخدمة المجتمع والقطاع الزراعي كمان الدكتورة كلارا بتمثل مصر كباحث رئيسي في المشروع العالمي اللي بيهدف لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير العمليات الزراعية في القارة السمراء وهي معانا النهاردة من ورانا في الستوديو دكتورة كلارا عزام رئيس قسم بحوث الخلية في معهد بحوث المحصيل الحقلية في مركز البحوث الزراعية منورانا أهلا وسهلا بحضرتين بحضرتين خلينا كده بداية نتكلم عن تفاصيل أكتر عن المؤشر والمؤسسة والطريقة القياسية اللي تم اختيار حضرتك بيها لقيمة أفضل علماء العالم في عشرين تلاتة وعشرين وده بعد حصولك على جهزة الدولة التقدرية كمان للمرأة بالنسبة للمؤشر طبعا إيدي إنديكس إحنا ما بقاش لنا فيه أي رول في أن إحنا نقدم أو كده ولا بيبقى اختيار أو بيبقى عن طريق أنه سيرش على الانترنت على أفضل الأبحاث اللي تم نشرها في الفترة دي وأنهي أكثر أداء وأكثر تمييزا وأكثر سيتيشن أو بتفيد الناس أو بيستفيد منها الآخرين في أبحاثهم فده مؤشر أوتوماتيك يعني هو اللي بيجمع لك نتعمل أوتوماتيك من عن طريق بقى السيرش على البيبرز بتاع حضرتك اللي شاركتي في الإشراف عليها أو شاركتي في تقدمها بالضبط كل على كل الانترناشنال جورنالز الموجودة والويب سايت هو بيعمل أوتوماتيك سيرش وبعدين بيجهز الليست لكن ما نشفيش أمباكت وما فيش احنا ما بيسجلش ولا بنقدم ولا حاجة ودي نقطة مهمة كمان عادة بيبقى في مؤسسات وعادة بيبقى في جورنالز كتير جدا علمية بتبقى عن طريق التقدم أو عن طريق الترشيح مؤسسة بعينها لبعض العلماء أو بعض الدكاترة لكن المؤسسة دي تحديدا هي اللي بتقوم بنفسها ببحث عن طريق الأبحاث المنشورة على الإنترنت هي بنفسها بتبحث وبتشوف أهم الأبحاث وأهم الأوراق العلمية الموجودة وعلى أساسها بتختار العلماء أو العالمات مظبوط كده دكتر حين نوصل برضو أكتر للناس حضرتك دكتر يمكن بنتكلم عن وجود المرأة في مجال الزراعة هو مهم وليها الحقيقة إسهامات كتير جدا لكن احنا عندنا الصورة النمطية في مجال الزراعة تحديدا هو للركل فعايز أعرف من حضرتك البداية جات إزاي كمان الأبحاث اللي حضرتك شاركت فيها كلمينا كده عن رحلة حضرتك لغاية ما وصلتين واحدة من أهم مولماء والباحثين في العالم العام 20-23 يعني طبعا هي رحلة طويلة يعني جدا عملت فيها خلالها كتير أهم الأبحاث سفرت بره عملت شغل الدكتورة باعي في ألمانيا عملت البوست دكتور في أمريكا أملت أبحاث كتير بشتغل أو مين لي يعني شغلي بيبقى فوكس على الشغل بتاع البيوتكنولوجي والميوكلر بايولوجي والميوتيشنز لأن أنا اشتغلت فترة من حياتي في أول حياتي الميوتيشنز راية طفارات؟ في بداية حياتي اشتغلت في حياتي الطاقة الزرية مع والدي رحمة الله عليه دكتور رضا عزام يعني متأثرة جدا أو يعني بحب التعامل مع الميوتيشن وشايف أنها لها إمباكت عالي فكتير من شغلي مرتبط بيها برضو أنها بشتغل طفارات وكده هوت لأنها فعلا بنطلع صفات جديدة مش موجودة في التركيب الوراسي أو النباتي اللي احنا بدأنا به يعني ونقدر نتعامل معاه ونتتبعه فنوصل لصفات جديدة جدا بطريقة هي تعتبر تقليدية يعني الميوتيشن ما هواش حاجات من الحاجات اللي فيها تغيير أو وراسي بطريقة غير يعني بطريقة مباشرة لا بطريقة غير مباشرة بنوصل للنتاج اللي احنا عايزينها يعني شغل كتير مرتبط بيها اشتغلت مع محاصيل كتير جدا بعكم أننا في قسمة الخلية فاحنا مش محكمين زي بقية الأقسام بتاعة المعهد بمحاصيل معينة لأن كل قسمة عندنا مرتبط بمحصول معين لكن احنا عندنا شوية العملية فيها فليكسابيلتي عالية فاشتغلت مع محاصيل كتير اشتغلت مع محاصيل زيتية عباد شمس وفول السوداني كان عندي برضو الحمد لله فرصة من عدة سنوات أننا كنت رئيسة مشروع لإنتاج سلالات أو طفارات متحملة للإصابة بالأمراض اللي بتسيب الفول السوداني أو اللي بتسبب الإصابة بالأفلاتوكسنز فكرة الشغلة على الأفلاتوكسنز وخصوصا أن هي زي بتنتقل الفطر نفسه ممكن بينتقل بشكل أو بآخر بيصيب الحيوانات وممكن بشكل أو بآخر يصيب كبد الإنسان ويصيبه بأنواع مختلفة من السرطرات فكرة أن حركة اشتغلتي على الأنواع اللي زي دي شغلك على عباد الشمس وطوله وتأثيره الفول السوداني نباتات الأرض يعني حاجات كتير جدا حركة اشتغلتي عليها بتساهم في وجود شكل مختلف للمحاصيل الزراعية والتفراط بتحصل في محاصيل وإحنا دلوقتي إحنا بنحاول طبعا عن طريق شغلنا كله ده أن إحنا بنواكب التغيرات المناخية اللي بتحصل واللي ممكن هيبقى لها تأثير مختلف وتأثير سيء على الزراعة بواكع عام في العالم كله لأن الدرجات الحرارة بتزيد وبالتالي بتزيد معها الجفاف بتاع التربة من الوحيدة للتربة الإصابة بالأمراض والحشرات فلو ممكناش إحنا جاهزين من دلوقتي أن إحنا نبقى مجاهزين الماتيريا اللي بتاعتنا اللي هتحافظ على الأمن الغذائي وتساعد أو تنتقضي على الجوع اللي ممكن يبقى موجود في الفترة دي يعني يبقى يتكلم مش صحة فإحنا كل شغلنا يعني بيتمحور حوالين أن إحنا فعلا نبقى من خلال الزراعة نحافظ على أن إحنا دائما عندنا استدامة في الأمن الغذائي طيب دكتور زيم حضرك قلتي إحنا دلوقتي يمكن نتكلم عن التغير المناخي والجفاف وما إلى ذلك وحضرك دايما معنية بأن أنت تشتغلي على الحلول التطبيقية وزي ما حضرك قلتي كمان تشتغلي على نباتات دوار الشمس والفول السوداني وغيرها من النباتات هل بالفعل توصلتي لحل موجود ولا هي مجرد لسه أبحاث ما فيش حاجة اتطبقت على أرض الواقع نقدر نتكلم عليها لا هو احنا توصلنا يعني احنا بنتفعلا بنتوصل يعني بس هو يعني ما زال في ميس كومنيكيشنز ما بين البحث العلمي مشكلة في التوصل والتطبيق يعني ولو أنه دايما احنا بتدور على الحاجات يعني أنها قبلة للتطبيق تطبيق المشكلة لا مش مشكلة معينة لكن هو يعني مش كل حاجة راحب يطلعها ممكن بيعرف يستفيد يعني بعكسة مثلا أنا دلوقتي رئيسة مشروع في الشيئة مشروع انترنشنالي من فوسك المشروع دوت الشيئة مهمة جدا هي محار لا محار ادماج الشيئة والمشروع المحاري في سلسلة الكيمة الغازائية المستدامة في أفريقيا فهو احنا بنستفيد من الشيئة الشيئة ده محصول ممتاز جدا وفيها كمية فوائد راهبة فيها غنية جدا بكل حاجة بالبروتين يعني ممكن استفادة بيها أو استعادة بيها عن استخدام المصادر البروتينية فيها ألياف فيها زيوت أوميجا سري بتساعد في إنقاص الوزن بتساعد على تقليل الديابيس السكري يعني لها مجموعة فوائد كتير صحية على البني أدم وعشان كده إحنا بنستوردها إحنا يعني هي موجودة في مصر كاستيراد إحنا ما بنزرحاش في مصر مش مزرعية فمن خلال المشروع البتائي أنا بحاول إن شاء الله إن إحنا نعمل لها استدامة للزراعة في مصر ونستفيد بكل الفوائد دي وندخل الشيئة مع المشروع المحاري اللي برضو المشروع ده له مجموعة فوائد كبيرة جدا جدا في عمل مجموعة من المواد الغذائية والمخبوزات والكلام ده كله اللي ممكن نستعيد بها عن المصادر البورتينية الموجودة خاصة طبعا إن التغارات المناخية والحاجات كتير دي بتأثر على الأمن الغذائي في مصروف الدول الأفريقية كلها ووجههم طبعا الدول الأفريقية فوجود مصادر تغني البني أدم عن الأبان إضافة إلى الأزمة العالمية بتاعت الأسعار طبعا فإنحنا ممكن نستعيد عن المنتجات اللي ومصادر الحيوانية البورتينية بحاجات تانية طبعا دي هتبقى مفيد جدا جدا في استدامة الأمن الغذائي في القرى أفريقية بوجههم فيه توجه زي ما حرج بتقولي في الاستفادة والاستدامة في المواد الأولية اللي موجودة عندنا في القرى السمراء خصوصا ده توجه بتتبنى مصر يعني في الفترة الأخيرة وبتحاول تطبقه في مختلف الدول الأفريقية اللي موجودة فكرة بقى المشاركة في مشروعات خاصة بالأمن الغذائي وقد إيه ده بيقدر يعمل سلالات جديدة تقدر تدينا وفرة في الإنتاج وتقدر تخلي الموضوع أكثر قدرة على استخدام المواد الأولية اللي موجودة مع استدامتها في نفس الوقت هو صراحة إحنا المشروع فرصة لأنه إحنا أول مرة بنسجل صنف الشيء في مصر يعني مصر مش مساجل فيها أي خلص أصناف الشيء يقول الحكي إحنا دايما بس معتمدين على أن إحنا بنستوردها لأنها بتستخدم مش بس في الأكل وإنقاص الوزن وكده بتدخل في مواد كوزموتكس كل الحاجات التجميلية شعر الجلد الكلام ده كل فهي لها فوايد كتير فإحنا الوقت كده هوات فعلا بنسجلها في مصر ده أول صنف اسمه مصر واحد بيتم تسجيله حاليا من خلال المشروع الاستدامة دي ما دي حاجة مهمة جدا كده إحنا بنسع إليها لأننا لازم نبص برؤية وإحنا دايما كل شغلنا فيجنز وعندنا رؤى طبعا حسب توجهات القادة ووزير الزراعة وكده علشان خاطر تفضل عندنا استدامة في العمل الغذائي سواء في بلدنا أو في البلاد المحيطة فالمشروع ده يعني يهدف إلى نفس الأهداف بتاعة رؤية بتاعة 20-30 طيب رؤية حضرتك لتطبيق الأبحاث العلمية الموجودة خاصة نحن دلوقتي عندنا يعني إسهامات كتير جدا من علماء وعلمات مصريات في قطاع الزراعة شايف حضرتك تطبيق هذه الأبحاث لأي مدى ممكن يؤثر على قطاع الزراعة طبعا بالإيجاب وإيه القطاعات اللي ممكن من خلالها في قطاع الزراعة طبعا الزراعة لها قطاعات متعددة أهم القطاعات اللي ممكن تحقق أو يكون لها تأثير مباشر إيجابي في الزراعة أو تحسين مؤشر الزراعة في مصر أنا أسأل صعب جدا صراحة يعني كل قطاعات الزراعة مهمة جدا لأنها مكملة لبعض من أهم طبعا يعني من وجهة نظري بحكم أن أنا أستاذ في معهد المحاصيل فطبعا هكيرها متحيزة أن أهم القطاع هو إنتاج محاصيل جديدة ماشيهم وقبة مع التغيرات المناخية بمحصول عالي بمقاومة للإجهادات الحيوية وغير الحيوية عشان قطر يبقى فيه استدامة في قطاع الزراعية أنا شايف أن ده هيبقى أهم حاجة سواء بقى الطرق التقليدية أو الطرق الحديثة البيوتكنولوجية وتكلم ده كله لكن كل قطاعات الزراعة مهمة لأن مهمة جدا جدا أن أطلع أصناف متحملة لزروف البيئية كما أنها تكون متحملة لزروف الحيوية متحملة للإصابة بالأمراض والحشرات والكلام ده كله عشان يبقى عندي فيه استدامة فكل فروع الزراعة مكملة لبعضها ما أقدرش يقول أن قطاع مختلفة عن قطاع لكن دلوقتي طبعا الاتجاه للبيوتكنولوجيا الاتجاه مهم جدا جدا كل الناس بتسعى إليه وطبعا كل الناس مشتغل في شغل البيوتكنولوجيا لكن مش كل شغل البيوتكنولوجيا مطبق قبل للتطبيق ممكن فيه شغل بيبقى science for science مواكبة التقدم العلمي في الدول الخارجية لكن هو مفروض أن كل شغلنا في الآخر يبقى تطبيقي كل يوصل لنتيجة هنستفيد منها على الأرض الواقع أكيد دكتورة كلارا لما نيجي نقول كده دكتورة كلارا حاصدة الجوائز الخضراء مثلا على شغلك ده لقب جميل مؤخرا في الحاجات الكتير أو المحاصيل الكتير اللي بتسعي لأنك تعملي فيها طفرات مختلفة للمحاصيل هل فيه نوع من أنواع الشركات اللي بتحصل بين المعهد عند حضرتك والأماكن التانية المختلفة أنكم تبقوا شغالين على أكتر من براجكت في نفس الوقت ما بين الداخل والخارج ونتبادل فيها الخبرات؟ هي كل المشاريع عندنا إحنا عادة يعني بنحصل على المشاريع عالمية ومحلية يعني في عندنا حسب الجهة المانحة للمشاريع إما بتبقى دولية إما بتبقى محلية والشراكات طبعا حتى في السميدة المشاريع المحلية بتبقى برضو الشراكات ما بين معايد مختلفة ومراكز مختلفة ما بتبقاش قصيرة على قسم معين بعين أو معهد معين يعني فالشراكات العادة موجودة عندنا وكلنا بنسع إليها والحمد لله طيب دكتور ونحن نتكلم بقى يعني أنه هنبعد عن المجال العلمي بقى شوية وإسهارات حضرتك فيه ناس بتعتقد أنه المرأة بشكل عام صعب أنها توازن ما بين الشغل والدراسة والعمل وزي ما حضرتك يحن نتكلم على عالمة مصرية دلوقتي من أهم العلماء في العالم وإحنا بنتكلم على ده وإحنا بسأل حضرتك السؤال ده ببعن أنه نحن في شهر المرأة ومنحتفي بالمرأة شايفة أن المرأة بالفعل تقدر توازن بين الثلاثة من غير ما تيجي على حاجة فيهم آه أنا شايفة أنها ممكن تعمل كده وهي العملية عايزة منيج من أنت بس يعني الحمد لله أنا في شغلي متفوكة وحاسة أن أنا عامل العلاقية وبعمل العلاقية الحمد لله أولادي ممتازين عندي اتنين ده كترة أسنان وجوزي الحمد لله ممتازين علاقتنا وبرضو أستاذ دكتور أشرف هندي أستاذ في برضو مركز البحول الزراعية فيعني ممكن الواحد يوائم ما بين الكل هي عايزة عمليها منيج منت وبعدين هي أصل الواحد بيعمل اللي عليه في أي مجال لو كان بيحبه فلو بيحب شغل هيعمل فيه كل ما يقدر عليه ولو بيحب أسرته هيعمل لها كل اللي يقدر عليه فالمرأة بتقدر توازن على الفكرة المرأة عندها قدرة أكتر من الرجل في الموازن ما بين كل هذه الأمور يعني ممكن الرجل يعني يهتم بجانب معين ويهمل بيئة الجن أما السيدة شايفة أن داها دور مهم جدا في كل ناحية منهم ومدام بتحبهم بتقوم بيهم مع الأكمل وجه طبعا بنشكر حضرتك جزيلا شكر دكتور كلارة عزاب رئيس قسم بحوث الخلية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية في مركز البحوث الزراعية نورتين في صباح الخير يا مصر ويعني مشرفتين ورفعتي اسم مصر طبعا نورتين يا دكتور برسي جدا ترجمة نانسي قنقر